كورونا الترجمة الحرفية لها الكلمة هي التاج لكن كيف صار هذا التاج أو الكورونا الفيروس اللي يسلب العالم تاج العافية وشلون تطور وصار مال علاج وشلون 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 بالنتيجة يأخذ وقت لكن التساؤل اللي يراود العالم اليوم هل يمكن لهذا الفيروس أن يتمكن من العالم وشلون وليش وهل يعقل أن العالم كل واقف ضد هذا الفيروس وما يلقون إلى علاج أو حل يقولون المسؤولين والمختصين عن هذا الفيروس أنه فيروس مقاتل لكن يصبح قاتل إذا تهاون الناس معه وهذا يدفعنا إلى التساؤل إجراءات الحضر الصحي مفيدة وإجراءات الكسر لهذا الحضر من قبل الناس ممكن أن يشكل خطر على تزايد الإصابات هذا إذا ما حسبنا بعض الاستهانات الشعبية بوسط هذه التساؤلات كلها يبرز السؤال الأهم فيروس كورونا سيتمكن منه أم يتمكن منا هذا محوري لهذه الليلة لكن بعد تقرير محي الأنصاري وارجع لكم منذ قرابة الشهر تفرض السلطات في مجمل مدن العراق حظرا شاملا للتجوال بغية الحد من انتشار فيروس كورونا الذي أوقف الحياة في العالم بالمجمل وبالرغم من إن مجموع الإصابات التي أعلنت عنها الجهات الرسمية قد تجاوزت الألف وثلاثمائة حالة مؤكدة إلا إن خبراء قالوا بأن الوضع الصحي في البلاد ما يزال تحت السيطرة الأيام المقبلة سيتمكن إن شاء الله العراقيين من سيطرة على هذا الوباء ولحد الآن لم نصل إلى مرحلة الخطورة حدث عن أرقام 1300 مصاب نسبة شفاء عالية عندنا كل هذا يتصب في مصلحتنا مع هناك كثير من الناس اليوم ملتزمين أيضا بالتعقيم بلبس الكمامات وإن كانت وجود نسبة معينة لم يلتزموا إلا أنه الأغلبية نشوفهم قاعد ملتزمين تفاوت واضح في تطبيق قرار حضر التجوال الصحي ومنع التجمعات في المدن العراقية الأمر هذا أثار حفظة مراقبين فيما قالوا بأن السيطرة على انتشار هذه الجائحة تعود بالأساس لارتزام الأفراد بقرارات الوقاية والحضر الصحي الأيام الأولى لحضر التجوال لم نشاهد حقيقة التزام كبير بهذا الحضر لكن مع الإجراءات التي اتخذت في الأيام الثلاثة الماضية تجديدات أمنية عقوبات صارمة نشر قوات إضافية أعتقد أنه كان هناك التزام أفضل ولكن ليس التزام نهاي لا يزال هناك بعض المخالفات وهناك بعض الناس ممن لم يلتزموا بهذا الحضر الخسارة التي رأيناها حقيقة هو قلة الوعي عدم اللامبالاء بالتعامل مع كورونا وأيضا الخسارة كانت بضعف الحكومة من السيطرة على المواطنين في أثناء فترة حضرة التجوال بالتالي هذا ينذرنا أيضا بالمستقبل بممكن إذا واجهتنا كوارت أخرى شون لح تقدر الدولة تسيطر على المواطنين وخاصة أنها أرسلت رسائل أنها ضعيفة في إمكانية السيطرة على المواطنين في مثل هذه الأزمات منظمة الصحة العالمية من جانبها نفت أن يكون العراق قد غادر ذروة الإصابة رغم تسجيله أرقام يعتبرها مفتصوم طبيعية فيما يستمر تمديد حظر التجوال حتى الثامن عشر من الشهر الجاري وقد يمدد إلى أشعار جديد حسب الموقف الوبائي العام للبلاد من بغداد محي الأنصاري MBC عراق موسيقى